بدأت اليوم عمليات صيانة سنوية تستمر لعشرة أيام لخط نقل الغاز الروسي نورد ستريم وان الذي يعد أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وتخشى ألمانيا أن يتم تمديد الإغلاق بسبب تداعية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خاصة وأن موسكو خفضت في الشهر الماضي تضفق الغاز إلى 40% بسبب تأخر في إعادة المعدات التي يتم إصلاحها بالدول العربية مع توقع توقف تدفق الغاز لمدة عشرة أيام بدأت عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا وينقل خط أنابيب نورد ستريم وان خمسة وخمسين مليار متر مكعب سنويا من الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق في حين خفضت روسيا الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40% من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب مشيرة إلى التأخر في إعادة المعدات التي تقوم بإصلاحها الشركة سامنزي انرجي الألمانية في كندا وفي حين قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أنه يتعين على البلاد مواجهة احتمال أن تعلق روسيا تدفقات الغاز عبر نورد ستريم وان إلى ما بعد فترة الصيانة المقررة نفى المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف المزاعمة بأن روسيا تستخدم النفط والغاز لممارسة ضغوط سياسية قائلا إن الإغلاق الناجم عن الصيانة حدث منتظم ومقرر وأن لا أحد يخترع أي إصلاحات هذا وتخشى أوروبا أن تمدد روسيا الصيانة المقررة للحد بشكل أكبر من إمدادات الغاز الأوروبية مما يؤدي إلى تعطيل خطط تخزين كميات من الغاز لفصل الشتاء وتفاقم أزمة الغاز التي أدت إلى اتخاذ تدابير طارئة من الحكومات وفواتير عالية بشكل مؤلم للمستهلكين